ثم بحاجة تانية هنعملها ان احنا هنتحكم احنا بقى في السبيد بتاعت الطائرة يعني انا مش هخلي الFMS ولا يتحكم في السبيد انا خلي حاليا السبيد ماني ولا اول بقى ما هنبتدي نعمل Capturing Localizer هنحتاج ان احنا ننزل اول طرجة Flaps عشان انزل اول طرجة Flaps انا ساعتها احتاج ان انا اقل السرعة نفسي الى اول نقطة خضرة النقطة الخضرة دي هي اللي بتديني او هي اللي بتخلي هي اللي اقدر عندها ان انا انزل Flaps المدرجة اهو ال Localizer هيبقى على امتداد المدرج بالزبط في هذا الاتجاه وشويفين كمان دلوقتي ال Glide Slope ظهر لنا ان شاء الله ان احنا هنقدر نعمل Capturing Glide Slope بسهولة تمام دلوقتي منتظرين لطائرة تعمل Capturing Localizer ناخد بالان احنا امتديني نقرب قوي دلوقتي من Localizer فظهر لنا المثلس هبتدي اتحرك انا دلوقتي هندوس على زرار Nav او مدوس على زرار Nav طالما ان انا دلوقتي باخد Source بتاع ال Navigation بتاعي من ال Radio بتاع الطائرة فزرار Nav تاب بالزبط كأنه بدلا ما هيبقى Navigation هيبقى بارعة كأنه بالزبط مكتوب عليه Localizer او زرار Localizer فبحيث حتى لما اتدوس عليه بظهر لي هنا كلمة Localizer وهنا كده معناها ان الطائرة تتبع Localizer بتاع Runway وهنا اخد بالنا هنا دلوقتي ان كلمة Localizer بقتها لفوق بعد المكان التي تحت ودلوقتي الطائرة تتبع Localizer بتاعنا ان شاء الله بما ان انا دلوقتي لسه شايف Localizer او بتادي تتبع Localizer فانا هبتدي دلوقتي اقل السرعة الى اول دايرة خضرة ان شاء الله اول ما هوصل الى دايرة الخضرة هبتدي انزل اول درجة Flaps وهي هتكون Flaps 1 واول ان شاء الله ما هتتابع الـ Glide Slope هبتدي بقى انزل درجة Flaps الثانية متتالية وهنزل Landing Gear دلوقتي انا لو عايز اساعد الطائرة ان هي تقلل سرعتها اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هرفع Speed Breaks ناخد بالنا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي على حرف ازاك فال Speed Breaks انا بدلت ترفع لي والطائرة قدرت ننزل سرعتها بسهولة ناخد دلوقتي اول درجة Flaps اما دلوقتي ادلوقتي بسهولة بسهولة والفلابس تنزل ترى ترى تنزل سرعتها واحط سرعتي دلوقتي على النقطة الخضره اللي بعديها كنوع ان انا دلوقتي باجهز لان انا ننزل الفلابس اللي بعديها ادرجة الفلابس اللي بعديها انا ادلوقتي دست على زر altitude زر altitude ده بيثبت لي سرعت بيثبت لي ارتفاع الطائرة لان انا دلوقتي خلاص انا دلوقتي تحت Glide Slope بتاع المدرج انا دلوقتي لما باجي اعمل intercept Glide Slope انا بعمله intercept من تحت مش من فوق فانا دلوقتي عشان كده سببت الارتفاع انا مش محتاج انزل اكتر من كده علشان اعمل intercept للGlide Slope عفوان انا دلوقتي دست على زر approach بما ان ال localizer بقضاء قرب هنزل السرعة بقى بسرعة كده شوية الى سرعة الهدوط بتاعتها ان شاء الله نزل او نعمل درجة الفلابس التانية حالين الطائرة بتتبع Glide Slope ومكتوب لي هنا auto land يعني الطائرة ان شاء الله هتعمل auto land بالكامل هوصل لي سرعة 98 اللي هي عندها الدائرة الخضرة التالية وهنزل عندها كمان درجة فلابس وان شاء الله هنزل درجة فلابس اللي بعديها لما وصلت دائرة الخضرة التالية وهي اللي هتكون عند 170 ثم درجة فلابس التالية وكده يبقى احنا مصطفين مع ال Runway ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة